السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا بكم معي فيديو جديد من قناتك ورشاية مع رند. فيديو من نهاردة ان شاء الله هشرح فيه معكم شكل من اشكال غرزة البيكوت او البيكو. غرزة البيكو ليها تلات اشكال او اربع اشكال بالزبط يعني. عندنا غرزة البيكو اللي هي البسيطة. وغرزة البيكو الكبيرة. ده بالنسبة طبعا لتقسمها الى جزئين. غرزة البيكوت. او البيكو. ممكن نسميها بيكوت او بيكو. طيب بتنقسم لقسمين. وكل قسم فيهم طبعا القسم الاول. ايه طبعا البيكو البسيطة البيكوت الكبيرة. ودي طبعا جديدة جدا مش كتير من الناس يعرفوها. طيب غرزة البيكو البسيطة بتنقسم عندي. ليه? الرقم واحد بيكو مقفولة بمنزلقة. واتنين بيكو مقفولة بغرزة حشو. ورقم تلاتة بيكو مفتوح. دي مغلقة طبعا بمنزلقة ودي مغلقة بحشو. عفوا. اما غرزة البيكوت فبنستخدم فيها غرزة العمود بلفة وطبعا دي ليها موال تاني خالص. فحلقة تانية ان شاء الله ايه هشرحه معكم. طيب ناخد بقى ايه? اه اول الاشكال معانا. ناخد طب نخلينا دلوقتي حتى ايه? اه في شكل المفتوح. نخلينا في البيكوت المفتوح. اللي هي رقم تلاتة. ناخدها النهاردة اهي غرزة البيكوت المفتوح. طيب غرزة البيكوت بنستخدمها في ايه? بنستخدمها في عفوا في المفارش. بنستخدمها في آآ تشبيك الوحدات المربعة. في حاجات كتير جدا. في تزيين حروف المفارش. في تزيين حروف الملابس. نقدر نستخدمها في حاجات كتير جدا. طيب. انا شغلت معاكم عوز بلا ام كلمة انا. شغلت لكم. سطر مقاوم من عشرة غرز بالشكل ده. اشتغلت بغرزة العمود بلفة. واللي حابي بيراجع عليها طبعا هي موجودة على القناة. علشان ايه غرزة البيكوت دايما مش بنشغلها لوحدها. يعني غرزة البيكوت ما بتكونش لوحدها. دايما بيكون تحتها سطر آآ قبل منها. طيب هنرتفع سلسلة. هشغل على اول فراغ عندي هنا غرزة حشو. بالشكل ده. بستمرار بستخدمها مع غرزة الحشو زي ما احنا شايفين. طيب انا شغلت على اول فراغ بالنسبة لي هنا دخلت هو اول فراغ. سعز الصورة تبقى اوضح ايو كده. دخلت اول فراغ تاني هرجع معكم. عشان نشتغل واحدة واحدة. ارتفعنا سلسلة ارتفع غرزة الحشو. دخلت الفراغ الاوليني اهو الفراغ بين تحت حرف ال V. سحبت الخيط وخرجت. معي حلقتين هلف الخيط واخرج منها. دلوقتي عشان اشتغل غرزة بيكوت مفتوحة مش هقفلها بحاجة بقى. يعني هرتفع ايه? آآ بتبقى ارتفاع غرزة البيكوت من تلاتة لخمسة زي ما انت حابة من السلاسل. هرتفع واحد اتنين تلاتة. وهروح انا خلاص مش هقفلها لان هي عندي من النوع المفتوحة. هروح هنا الغرزة اللي بعدها هدخل واشغل غرزة حشو. بالشكل ده. ازا انا عملت ايه? عندي اهو غرزة بتاعتي المفتوحة. بالشكل ده زي ما احنا شايفين. طيب تاني هرتفع واحد اتنين تلاتة او خمسة او اي رقم انت عايزة من عدد السلاسل. ومباشرة مش هروح اقفل بقى التلات سلاسل دول في اي مكان. هروح على طول الفراغ اللي بعده. الغرزة اللي بعدها اسحب الخيط واخرج. واشغل غرزة حشو. تاني واحد اتنين تلاتة. واروح للغرزة اللي بعدها. هدخل واشغل غرزة حشو. طيب قبل ما نكمل بتاعنا بصو بيكون ده الشكل بتاعي. بتكون عبارة عن دوائر زي ما احنا شايفينها. طبعا انا لو عندي جزء تاني الناحية التانية في الدوائر دي. بدخل وبشبك ايه الطرفين في بعضهم. ولو طبعا مش بشبك حاجة ومحتاجة ان انا زين بيها طرف او احرف المفارش او الملابس بتاعتي. زي ما احنا شايفين بتدينا شكل الفسطنات بتكون حلوة جدا وجميلة وسهلة في نفس الوقت. طيب الرمز بتاع غرزة البيكون مفتوحة. بتكون ايه? هقول لكم دلوقتي الرمز بتاع الغرز كلها. غرزة البيكون مفتوحة بيكون عندي الشكل ده تلاتة سلسلة. ومن تحت هنا ما فيش حاجة. يعني مش معلمني باي حاجة. خلاص? او خمسة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. خلاص? بتجيلي شكل الغرزة بتاعتي كده. عفوا. طيب غرزة البيكون مقفولة بمنزلقة. بتكون جايالي. بالشكل ده تلاتة او خمسة بقى. سلسلة. وعندي هنا دايرة مظللة بالشكل ده. معنى كده ان هو عايزني اقفلها بغرزة منزلقة. طيب هجيلي تاني ايه? واحد اتنين تلاتة. وهنا فيه علامة اللي هي طبعا رمز غرزة الحشو. معنى كده ان هو عايزني اعمل غرزة بيكون مقفولة بغرزة حشو. عندي كمان في هنا طبعا النوع رقم اربعة او ممكن نعمله نوع طبعا خاص بنفسه. يعني هنخليها من من الانواع بتاعتنا اللي هي العادية. غرزة بيكون سنائية او سلاسية. يعني ايه يا رمضة? ان انا بشغل بنفس الشكل دوت في نفس المكان تلات مرات. خلاص يبقى احنا كده عارفنا ايه? الرموز بتاعتنا. طيب. هجي اكمل واحد اتنين تلاتة. وبدخل لو عايز اشتغلها بقى سلاسية هدخل في نفس الفراغ واشغل غرزة حشو. دي بالنسبة للمفتوحة. تاني واحد اتنين تلاتة وفي نفس الفراغ هو هو هشغل غرزة حشو. بس طبعا هي مش النهاردة الشرح بتاع غرزة اللي هي سلاسية. ان انت سلاسية او سنائية ده على حسب بتشغلي مارتين او تلاتة في نفس ايه الفراغ? احنا النهاردة بنشغل ايه? اللي هي العادية. المفتوحة كمان. مش المغلقة خالص. اللي هي بتكون زي ما احنا شايفين كده السلاسل بتاعتي مفتوحة. حشو تلات يعني حشو سلاسل حشو. حشو سلاسل حشو. بالشكل ده. بنكمل. طبعا احنا كده تلات سلاسل بروح لفراغ اللي بعده واشغل غرزة حشو. واحد اتنين تلاتة. اروح للفراغ اللي بعده واشغل حشو. واحد اتنين تلاتة الفراغ اللي بعده حشو. واحد اتنين تلاتة الفراغ اللي بعده حشو. وبفضل ايه اشتغل بنفس الطريقة لغاية ما وصل لنهاية بتاعي. بالشكل ده اهو. طبعا بيجي لي رمزها في البترون. بيكون مطلوب مني كتير جدا في بطرونات المفارش بتظهر لي غرزة سواء بتزيني بها حرف المفرش او ان انتي بتشغليها تشبكي بيها المفرش بتاعي. دي النهاردة فكرتي او فكرة الفيديو هي فكرة بسيطة وسهلة ومدتها مش مش طويلة يعني قليلة. لكن فكرة مفيدة واتمنى يا رب ان هي تكون سهلة وبسيطة عليكم. واكون وضحت لكم وعفدتكم بالفكرة. ما تنسوش لو عجبكم الفكرة او الفيديو تعملوا لي لايك وشيروا سبسكرايب واستنوني فيديو جديد من كورشية معرنة. وان شاء الله في الحلقات اللي جاية هشرح لكم بقية الاشكال طبعا الخاصة بغرزة سواء المغلقة بمنزلقة او المغلقة بغرزة الحشو او اللي هي طبعا السلاسية او غرزة الكبيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد.